كيف كان تفاعل الناس؟ كيف رصدت تفاعل الناس على السوشيال ميديا؟ يعني أنت كنت الأسبوع الماضي حديث السوشيال ميديا يا مشاعر كيف كان وقعه عليك؟ جميل جدا دائما أنواع الدعم كثير ولكن الدعم اللي ألقاه من المشاهدين جميل جدا هذا يعطيك حافظ لا أخفي عليك الطريق ما هو بسهل أحيانا يكون فيه تحديات ولكن لما تشوف هذا الدعم الجميل يعطيك دافع أنك أنت تكمل وتكمل الحمد لله يعني قاعد أسمع كل خير من الناس ومبسوطين وهم مبسوطين لنا لقيتي دعم من تفضلي تفضلي يا مشاعر أسمعك يعني مثلا أعطيك مثال راليا أسبانيا كانت تجربة جدا حلوة بس اللي يبهرني أن المتسابقين يجوني ويباركون لي ومبسوطين فهنا تشوف يعني مو بس عندنا في دول الخليج ودول العربية حتى بره مبسوطين بالتغييرات اللي قاعدت تصير الحمد لله يعني كلنا فخر الحمد لله أنا جدا فخورة أني شعودية وقعد أخوض هذه التجربة وقعد تتحقق أحلامي برض الوطن طيب ممتاز لو في كلمة تبغي توصليها لكل مرأة تحب رياضة معينة لا تستسلمين إذا أنت مرة شغوفة بغض النظر شاب أو شاب إذا أنتم شغوفين لا تستسلمون بكل صراحة أنا ما يعني كل أحد نجح في حياته صدقوني الطريق ما كان سهل فيها تحديات كثير ولكن إذا أنتم تبغون هذا الشيء وشغوفين لا تستسلمون يتسكر باب ينفتح بإذن الله ومهما تسكرت الأبواب بتوصلون بس خلكم زي ما قلون صاملين عشان توصلون لهدفكم آخر سؤال عندي لك يا مشاعر بعيدا عن عالم الراليات وش تشجعي أي فريق في الدولة السعودي شوف هذه الأمور أنا دبلوماسية أنا أشجع كل السعوديين يعني مالك فريق مفضل لون مفضل أزرق أصفر أخضر أبيض شوف الأزرق والأصفر كلهم على قلبي يعني غالين والأبيض والأزرق كل الألوان غالية على قلبي يأتيك العافية كنت معانا من الرياض سائقة الرالي مشاعر بعيدا شكرا جزيلا لك